اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من معالم الوسطية في الحج من معالم الوسطية في الحج والوسطية وتعني العدل والاعتدال والخيار وكذلك جعلناكم أمة وسطا وهي تعني في احكام الشريعة أن شريعة الإسلام موضوعة على رفع الحرج وعلى الوسط والاعتدال وعلى الخيار أن هذه الأحكام أحكام الشريعة شريعة الإسلام خير وعدل وإنصاف ورحمة ما جعل عليكم في الدين من حرج منفي عن الشريعة الغلو والحرج والضيق والعسر في جميع أحكامها وفي جميع متعلقاتها وفي جميع مسائلها سواء تعلقت بأركان الإسلام أم تعلقت بغيره من الشرائع العظام أم كان من المسائل التي دون ذلك وهذا الأصل أعني الوسطية في الإسلام أعني أن دين الإسلام هو الوسطية وهو العدل وهو الرحمة منفي عنه الغلو والحرج والضيق والعسر هذا أصل مضطرد في جميع أحكام الشريعة ومسائلها هذا أصل مضطرد لا ينخرم في جميع مسائل الشريعة وفي أحكامها سواء كانت هذه الأحكام موضوعة على أصلها الأول أم كانت أم كانت موضوعة بعد أن لحقها في الواقع والتطبيق ظروف وأسباب تكتضي أيضا التخفيف فكذلك هي وسط واعتدال سواء كانت موضوعة على العزيمة في أحكامها ومسائلها وواجباتها وسائر متعلقاتها من الأحكام من الأحكام الخمسة الوجوب والندب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة أم كانت بعد أن دخلها ولحق بها في التطبيق بعض ما يكتضي التخفيف فكلها وسطية وعدل تراعي حق الله جل وعلا وتراعي حق المكلف وتراعي الحقوق المتعلقة بالمكلف ولو من خارجه فهي تراعي ثلاثة حقوق الشريعة شريعة الإسلام تراعي ثلاثة حقوق حق الله جل وعلا وحق المكلف في ذاته وحق ما يتعلق بالحقوق المتعلقة به كأهله وذويه وصيأتي بيان الأمثلة والتطبيقات في تفصيل الجزئيات بإذن الله جل وعلا والحج ركن من أركان الإسلام وله متعلقات وفيه خصائص ولهذا جاء التركيز في الشريعة على نفي الحرج في الحج وعلى الاستطاعة من استطاع إليه سبيلا والسبيل والاستطاعة هنا تتعلق بالبدن وتتعلق بالطريق أعني طريق الحج لأن الحج له خصوصية حيث أنه يحتاج السفر من أهل الآفاق حيث لا يقضى ولا تكون شعائره إلا في زمان مخصوص وفي مكان مخصوص وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت إلى آخر ذلك وفي الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وفي رواية والحج المبرور ليس له جزاون إلى الجنة وفي رواية من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه وأيضا في بيان المكان المخصوص ذكرت المشاعر المقدسة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وذكر قوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق وذكر سوق الهدي محلها إلى البيت العتيق هديا بالغ الكعبة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج هذا في بيان الزمان فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وذكر الزمان وذكر المكان كما سبق وذكرة المواقيت كما صح في الحديث فإذا الحج له خصائص وخصوصية حيث لا يقضى إلا في زمان محدد يقضى بمعنى يتم وينفذ ويسلك وتشعائره وتفعل مناسكه إلا في زمان محدد وفي مكان محدد فيحتاج السفر من أهل الآفاق وحتى المكي يحتاج إلى أن يفارق بيته إلى عرفات وإلى مزدلفة وإلى ميناء وإلى البيت العتيق فمن هنا احتاج إلى بيان الوسطية وتظهر فيه وتتجلى معاني الوسطية ولهذا عليه الصلاة والسلام عني ببيان الوسطية وبإيضاحها وبإجلائها وبيانها على الكمال والتمام في الأقوال وفي الأفعال في الأقوال وفي الأفعال حتى في السير في سيره على الدابة على دابته كان إذا وجد فجوة أرخى لها وإذا جاءت في مضيق وفي زحام الناس أخذ بخطامها ونص عنقها إليه حتى يوقف سيرها السريع ونحو ذلك حتى لا يتأثر الناس بذلك وقال لهم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمة ولا غائبة وأمرهم بالسكينة لعليكم السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ليس بضرب الدواب الإبل وكذا التي يركبونها وليس بالزحام ولا بالسرعة وإنما التقوى وإنما البر بالتقوى والتقوى اعتقاد في القلب وسكينة في القلب وخشية في القلب وخوف في القلب وأيضا تطبيق للأقوال والأفعال على مكتظى الشرع مع تجنب الرفث والفسوق والجدال والخصام وسائر ذلك من المعاصي والضرر بالناس بل وبالبدن حتى إن العلماء ذكروا أنه لا يجوز للحاج أن يتعمد المشقة فالمشقة ليست مقصودة في الشريعة في ذاتها وإنما هي تقع تبعا لمكتظى التكليف وليست مقصودة في ذاتها ولهذا عليه الصلاة والسلام طبق هذه الوسطية وابتعد عن ما يشق على الناس وما يكون فيه حرج فطاف على دابته ولم يزاحم على استلام الحجر وهو المشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يبلغه عن ربه لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم فطاف على دابته على بعيره أو على ناقته وأشار بالمحجن إلى الحجر الأسود ولم يذهب ليستنم خشية على أمته من التزاحم والتغالب ونحو ذلك وهكذا لما أمر ابن عباس أن يلتقط له حسن من أثناء منصرفه من مزدلف إلى ميناء أخذ يقلب هذه الحسن في كفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويقول بمثل هذا فارموا وإياكم والغلوة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام فحذر من الغلو في الدين وليبين أن المسألة اتباع وليس تبتداع وأن المسألة شرع وأن المسألة تقوى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهكذا جاءت الرخص في الحج وجاء الاشتراط فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وجاءت الرخصة للمريض بالنسبة كما ثبت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الصحيح أنه لما رأى هواء مراسه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هواء مراسه تتناثر على وجهه من رأسه قال ما معناه لعلها تؤذيك هواء مراسك احلق رأسك يعني كعلاج لتذهب الهواء وانسك شاة أو اطعم ستة مساكين ثلاثة آسع أو صم ثلاثة أيام ولهذا جاءت الفدية وجاءت البدائل فيما شرع في الحج جاء الإطعام وجاء الصيام وخير في الفدية وبعضها جاء على الترتيب وفيه يسر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وجاء قول الله جل وعلا فما سيسر من الهدي وقال للمرأة المريضة كما سبق حجي واشتريطي فإن لك ما شرط على الله جل وعلا على ربك ما شرط أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالحاصل أن الوسطية بمعنى الخيار والعدل بمعنى السواء بمعنى مراعاة الحقوق حق الله جل وعلا وحق المكلف وحق المكلفين وحق الغير ولهذا من شروط الاستطاعة أن يملك الرجل الحاج سوى رجلاً أم امرأة زاداً وراحلة في أثناء طريقه واشترط الفقه أمن الطريق حتى لا يقع في حرج وفي خوف وفي هلك وفي تلف واشترط العلماء للمرأة أن يكون لها محرم فإن لم يوجد لها محرم فإن العلماء لا يجبون عليها الحج لعدم الاستطاعة واشترطه للحج أن يجد نفقة لأهله وأن يجد من يخلفه في أهله بخير فإذا لم يجد نفقة لأهله فلا يجب عليه الحج وإذا لم يجد من يخلفه في أهله بخير ولسيما الآفاق البعيد الذي يحتاج إلى خليفة في أهله فإنه حينئذ لا يجب عليه الحج لعدم تحقق شرط الاستطاعة في حقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له اكتبت في غزوة كذا وكذا وذكر له أن امرأته ذهبت للحج فقال له الحق بأهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم أمره أن يلحق بامرأته حتى يكون لها عونا ومساعدا ويدفع عنها ما قد تحتاج إلى دفعه كما هو معلوم واقعا وشرعا كما هو معلوم واقعا وشرعا وهكذا جاء التيسير في أفعال الحج كما سبق كثير من ذلك وكذلك لما وقف عليه الصلاة والسلام في موقف معين في عرفات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف ولما وقف في مزدلف بجانب المشعر الحرام قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف ووسع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للحائض وللنفس وللمريض ووسع لعامة المكلفين في الحج وفي غيره أيضا إلا أنها تجلت الوسطية ورفع الحرج والمحافظة على الحقوق في الحج أكثر لطبيعته وحاجته إلى ذلك وحاجة المكلفين فيه إلى ذلك فجعل الوقوف يشمل يوما وليلة التاسع كاملا إلى غروب الشمس من فجره على الصحيح عند أهل العلم وإن كان هو وقف بعد الزوال وليلة العاشر حتى طلوا على الفجر كما ذكر للصحابي الذي جاء وسأله في جمع من لذيل من حج فقال من وقف وكان من نسك نسكنا ووقف بعرفات من ليل أو نهار شهد الصلاة معنا فقد أدى نسكه وقضى تفثه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما قال الرجل الذي قدم من جبال أطي ووافاه في صلاة الفجر من يوم العاشر في جمع عند المشعر الحرام وهكذا صلى الله عليه الله عليه وسلم استظل وركب على الدابة وأمر الناس بالسكينة ونهى الأقوية والأشداء أن يزاحموا الضعفاء والمرضى والزمنة والنساء وغير ذلك حافظ على حقوق النساء لضعفهن ونحو ذلك حيث أذن لها أن تطوف من خلف الناس أذن للمرأة إن كانت حائضا أو نفسا بالإحرام وبالوقوف بعرفات وبأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت أسقط عنها طواف الوداء عن الحائض والنفس حتى لا تحبس أهلها ورفقتها طيب خاطر الصحابة ما سئل يومئذ يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج إلا قال افعل ولا حرج قال أنا فعلت كذا وكذا نسيت أنا فعلت كذا هذا قدم وهذا أخر فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا وقال افعل ولا حرج فانظر أيها المسلم لهذا التيسير في هذه الشريعة المباركة إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه واقبل عافية الله لك واقبل رخصته لك ولا سيما في هذه الجائحة ينبغي للمسلمين حجيج بيت الله الحرام أن يدركوا الرخص الشرعية وأن يدركوا حقوق المسلمين فيما بينهم وحقوق المشاعر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أن يتعاملوا بالإحسان وبالرفق وأن يتعاونوا مع رجال الأمن وعن المعنيين مع المعنيين بالحج وبالقيام على شؤون التنظيم وفي التفويج وفي غض أن يغضوا الطرف عن المستحبات والكمالات إذا كان يترتب عليها حرج وضيق وعسر سواء كان عليه أم كان على غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض المستحبات كاستلام الحجر تركه ورخص للناس أن يقفوا حيثما كانوا ولم ولم يحث على الوقوف حيثما وقف بل حث على الترخص والتوسع كل ذلك لألا يلحقهم الحرج والضيء والعسر وكل هذا من معالم الوسطية أسأل الله جل وعلا أن يمنى على الحجي بالتوفيق وأن يمنى علينا وعليهم بالفقه في الدين وأن يمنى علينا وعليهم بالعفو والعافية أن أسأل الله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا وأن يعينهم على صلاح البلاد والعباد وعلى خدمة الحرمين والقيام بشؤونهما وأن يجزيهم وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفق قائد مسيراتنا خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وأن يشكر للجميع سعيهم وأن يكتب للجميع أجرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وأكرر الشكر لأخي معالي رئيس شؤون الحرم المكي وشؤون الحرم المدني وللقائمين على هذا البرنامج وللقائمين على شؤون الحج جميعا ثم لكم أنتم أيها الإخوة المستمعون المتابعون لهذا البرنامج أسأل الله للجميع العفو والعافية والتوفيق والسداد وشكر الله لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة